أن ينشد الإنسان في كل ما يهمه ويغمه وكل ما يعترض في حياته أن يكون مبادراً إلى باب ربه متبعاً بذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا كان محور لقائنا مع الشيخ بلال الزهيري بارك الله فيه واستمعنا منه إلى هذه الكلمة الصلاة كما هو معلوم أنها الركن الثاني من أركان الإسلام ومن مبانيه العظام وقد كانت لها مكانة خاصة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنا أريد أن أخذ جزئية واحدة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دأ به وهجره أنه كان إذا حزبه أمر إذا ضاق به الحال فإنه صلى الله عليه وسلم كان يفزع إلى الصلاة كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو الناس فيشتكي لهم ما كان مثل ما حالنا اليوم أتصل بصديق أو على سبيل المثال أكتب عن مشاعري وعن المشاكل التي أمر بها في مواقع التواصل الإجتماعي وغيرها بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسع إلى الصلاة يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى لأنه يعلم بأن إلى الله ترجع الأمور إلى الله تصير الأمور فهو يعلق حاله بالله سبحانه وتعالى ويصل إلى الله سبحانه وتعالى بأعظم صلة ألا وهي الصلاة فيتصل بالله سبحانه وتعالى عبر هذه الصلاة الصلاة صلة بين العبد وربه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سعجل فيسجد بين يدي الله يضع أشرف ما فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى خاضعا خاشعا باخعا لله سبحانه وتعالى ثم يدعو الله سبحانه وتعالى ويتذلل إلى الله ويتذرع إلى الله سبحانه وتعالى ويصدق في اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون إيش؟ إيش الحل؟ فسبع بعمد ربك وكن من الساجدين فالصلاة في حياة المؤمن العارف بالله سبحانه وتعالى المتصل قلبه بالله سبحانه وتعالى الذي ملئ قلبه يقينا وفؤاده إيمانا هذا كلما حلت بساحته مصيبة أو حلت به نازلة أو قارعة أو حادثة فإنه يفزع إلى الصلاة يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو إلى الله لأنه الآن حوار بينه وبين الله سبحانه وتعالى جاء في الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبد النصفين فإذا قال قال الله هذا حوار بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى ففي هذا الحوار الإنسان ما يدور في باله وما يدور في خلجات نفسه وما يدور في خلده وما يدور في باله كل ذلك يعني يضعه بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسأل من الله سبحانه وتعالى أن يعينه في هذه المصيبة التي نزلت به جزاكو بالله وخير فتح عليكم الله يحفظك